في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية المستدامة مصر 2030 أطلقت مصر مبادرة اتحضر للأخضر وهي أول مبادرة بيئية في تاريخها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف المبادرة للنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحتى المواطنين على المشاركة في مسؤولية الحفاظ على البيئة اتحضر للأخضر أول مبادرة بيئية في تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030 وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحس المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤمن المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك الغذائي والطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوس الهواء بالإضافة إلى حماية المحميات الطبيعية دعم القيادة السياسية لهذه المبادرة يضمن نجاحها واستمرارها ويضمن أيضا تنفيذ الفعاليات المختلفة مع إشراك كافة جهات المجتمع بها سواء كانت جهات هادفة للربحة أو غير هادفة اتحضر للأخضر مبادرة وعدة تسعى الدولة المصرية من خلالها لأن تستعيد الطبيعة عافيتها وهي رسالة قوية للعالم حول ضرورة الحد من الانبعاثات وتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة مع زيادة معدلات التشجير